نرجع بقى للنادي الاهلي ونشوف تقريبا احنا كنا لسه بنتكلم على طبعا كهربا لسه مش هخش اعتقد برضو ان كهربا يلحق يخش في الفريق دي هتبقى صعبة الا لو لحق شوية ويبقى ليه دور في الشوت التاني ممكن يكون ليه دور في الشوت التاني تفتكر كنا نتكلم مخصصات عزق الرأيك اه ده دلوقتي اه ده مشوار النادي الاهلي يعني مقارنة كده مشوار الاهلي والوداد خلال طبعا دور الموسم دوت النادي الاهلي طبعا يعني زي ما احنا شايفين حتى عدد النقاط يعني فيه فرق واضح جدا عدد الفوز 27 الوداد 17 النادي الاهلي برضو هزيمة وحيدة في خلال الموسم الوداد 5 هزايم التعادل 5 الاهلي 8 الوداد يعني الارقام كلها زي ما انت بتقول يا عمر الارقام كلها في صالح النادي الاهلي بس هنقول تاني دي كلها مجرد ارقام برضو خلينا نكون مقاعين ومشاعزين يعني مقاعيات كده بنتفاقل بيها وبنستعرضها علشان نشوف موقف الفرقتين لكن الفكرة بقى في التسعين ديئة بزاق تسعين ديئة مختلفة تماما حسن ادارة المدير الفني مع توفيق اللعيبة مع جهزيتهم البدنية والفنية هو ده اللي بيحسم المباراة فانا اتمنى انه الشكل الفني بتاع النادي الاهلي انه يلعب نفس الطريقة اللي هو لعب فيها في اخر ثلاث مباراة يمكن كرة بيسلم ويستلم كرة على الارض بشكل سريع وبشكل كويس مفيش كور طويلة بحقدك لنقطة داية وان خلال ثلاث مباراة النادي الاهلي اللعبها مع مسلماني المقاولين وامبي وبيراميدس خلينا نقول متكلمة انا وانت في ايه الشكل المناسب وهو اربعة انت اتواحد لكن قل لي التشكيل انسب من وجهة نظرك انه ممكن يبدأ به ان شاء الله مسلماني مباراة يمستهد لا يعني هو التشكيل من وجهة نظري الطبيعي محمد الشناوي في احراس المرمى خط الظهر يعني عنده احمد فاتحي عنده اعتقد كمان يلعب مثلا ياسر ابراهيم لو جاهز يلعب من تاني في المدفعين ما هو ايمن اشرف اكيد برضو يعني ايمن اشرف وهو معلول ده اساسي يعني انت تبدأ بمحمد هاني ولا احمد فاتحي لا انا شايف ابدأ بأحمد فاتحي ابدأ بمحمد فاتحي لبس عنصر الخبرة الافريقية ويعني الاحتكاك الاكبر لان المباريات الكبيرة اللي زي دي انت احيانا كمدرب بتحاول تلجأ فيها للعيب الاكثر خبرة اكتر من اللعيب اللي ممكن يكون عنده باور اكتر او شاب اكتر لانه في مواقف بتحسمها الخبرة اكتر من الشباب وخصوصا انه كمان يعني بتحتاج المباريات اللي زي دي وانت بتلعب بره ارضك لما هيبقى عليك هجوم بتحتاج يعني سرعة في التغطية العكسية وانك تغطي الجوة الموضوع ده يعني محتاج شوية خبرة اكتر شوية ومحتاج باور برضو اكتر شوية فاعتقد انه اللي جاهز وهيسد هيلعب اكيد لانك انا بفضل انه اعتمد في المنشطات اللي زي دي على اللعيب الخبرة اللعيب الاكتر خبرة في المنشطات الكبيرة يا بره بالزبط لانه كمان ممكن مسلا لو احمد فاتحي مش هيلعب تسعين دي اما هو برضو محمد هني هيكون له دور وهيكمل وهيقدي باحسن ما يمكن يعني اعتقد ان اليو ديونج في خط الوسط حاجة يعني ما شاء الله انه المستوى الفني كمان اللي وصله والفورما اللي وصله دلوقتي حتى بعد الكورونا اعتقد في اعلى مستوياته اعتقد كمان السلية يعني بيقدم مستوى راقي السنة دي يعني عمر السلية اعتقد انه واصل برضو لنوع من النطج في الملعب فارق معاك ويس اوي في ادائه خلي بالك كمان الادوار الزيادة اللي خدها عمر كمان ان انا شايف بقى بيقوم بدور الليدر بدأ يتكلم في الملعب بدأ يبقى قائد بينك وسين قائد في الملعب ده كان يعني في الفترات الليقول له عمر كان اه بيلعب وبيقادي لكن ما كانش قايم بالدور ده فكمان عفوا الدور ده كمان مهم جدا ان عمر بدأ يخش واحد من كبات الفرقة ودور قيادي داخل الملعب ده ظهر يعني من خلال المباراة اللي فاتت لما تقريبا كهرباء تدلع في كورة فراح عنفه بشكل من الاشكال فده كمان دور مهم جدا في الملعب يعني يعني انا اعتقد انه ده بدأ يظهر على عمر السلية في الفترة الاخيرة يمكن الظروف هي دايما اللي بتصنع الشخصية او بتغير الشخصية او بتخليك تطلع احسن ما عندك لانه الضغوط كتير وانت محتاج تحسن بطولة ومحتاج تكمل في مشوار البطولة بالشكل اللي يخليك يعني تعدي بقى مرحلة السيني فاينال وتدخل على الفاينال ان شاء الله نقطة لو كملنا كمان اعتقد انه حسيني الشحات ياخد يلعب كهرباء كان نفسي يبقى موجود طبعا لانه كمان كهرباء في الماتشاط كمان اللي بره او جوه وكهرباء برضو على فكرة لعب دولي كتير سواء مع المنتخب وعلى مشواره مع الاندية لعب كتير كنت اتمنى انه يكون موجود لكن هو يعني اعتقد انه لو جاهز ممكن ياخد في المباراة دي في الشوط التاني مثلا في نهايته مروان محسن انا شايف انه هو بدأ يفوق ويرجع مروان محسن الطبيعي وعلى فكرة انا ضد فكرة الهجوم على مروان محسن او الانتقاد اللي مش منطقي يعني مروان لما تحط تحت ضغط فترة طويلة جدا لما جاي لعب قدى وسجل وبيسجل بهدف واتنين وبيستلم كورة في موقف صعب ويقدر يسجل يقدر يراوغ جوه منطقة الجزاء مروان محسن ملعبش كاس علم من فراغ وفكرة انه نتكلم عن انه اصله ما بيجيبش جوال هي الفكرة مش في عدد الاهداف برضو هو مقياس طبعا لكن مش هو المقياس النهائي اللي انا قيم عليه الفيرود ممكن العب بفيرود صغير في السن او ممكن يكون لسه ما عندوش الخبرات فييجي في ماطش وما يقدرش انه يشلني لكن انا محتاج لعيب عنده خبرات متكلم مروان لعب كاس علم لعب اولمبياد ولعب منتخب اول وعنده خبرات دولية كبيرة جدا مشواره بس اتأثر شوية بالاصابات لكن هو رجع احسا من الاول واعتقد انه الدفع المعنوية اللي خدها في اخر اسابيع في الدوري وتقلقه وتسجيله للاهداف هيفرقه معاوي يبدأ مش مش باجي لا يبدأ باجي ممكن يكون حل بديل لانا كمان باجي الاصابة اللي فاتت انه اشتكى من الانكل اعتقد حسب ما انا يعني قريت انه اشتكى من الانكل لكن وجوده مهم طبعا لكن انا شايف ان اللي يبدأ مروان يعني كمان مروان خبراته اكتر من باجي في المباريات اللي زي دي وخاض الحاجات المباريات اللي زي دي مع النادي الاهلي قبل كتب لسه انا كمان انت يعني قلت افشا طبعا ما اعتقدش ان افشا دوره واضح يعني افشا اصلا فيه عيبة برضو يا كابتن هني لك خلاف عليها واحد زي افشا برضو انت محتاج وجوده في الملعب وبعدين هو باخد ادوار اعتقد ان هي في وسط الملعب سواء دفاعية او هجومية كتير وبيقدر يؤديها بشكل كويس هو العيب موهوب جدا فا اعتقد انه اكيد موجود نرجع تاني للوداد وانا عندي احصائية ممكن تمانت ساعة شوية في الشكل العام للطريقة الدفاعية ممكن النادي الاهلي يلعب بيها يعني راه معك سريعا عمر يعني هو جاب 15 هدف من خلال ده طبعا اخر 8 مباريات في الدوري منهم 6 ضربات جزاء ده تقريبا 40% من عدد الاهداف لكن الكرات العرضية من الجابهة اليمين اللي هي شمال النادي الاهلي جايب 3 اهداف دي تقريبا تمثل 20% التزديدات من خارج منطقة الجزاء هدفين اختراق من العمق او البينيات زي ما بنتكلم برضو هدفين ضربات ركنية جاب هدف واحد عرضيات من الجابهة اليسرى اللي هي يمين النادي الاهلي واحد فبرضو الارقام دي ممكن تدينا شكل معين انه ممكن هم عندهم الكرات السابتة وده احد الحلول المهمة جدا في كورة القدم او المباراة الكبيرة بشكل عام انه هم يعني تقريبا الاجمال الكوارات السابتة وصلت ل50% من عدد الاهداف الوداد اعتقد انه احصائها مهمة برضو او ارقام مهمة لانه فكرة ان انت تواجه اصلا وتعمل ضغط على فريق النادي الاهلي حتى لو هو جاي لك على ارضك مش سهل يعني انت كفريق الوداد هو مش هيسعى انه طول الوقت هيبقى يقدر يلعب التسعين دقيقة ضغط على النادي الاهلي وبيحاول يلعب انه مهاجم طول الوقت ما اعتقدش ان فيه فريق بعد الكورونا يقدر يعمله ما بقيتش سهل بدنيا قبل فنيا يعني بدنيا قبل الفارق الفنية بين قدرات اللعيبة لكن بدنيا ما تدرش تضغط فترة طويلة من وقت المباراة الاصلي حبيع علشان تقدر تحقق الضغط ده بنجاح وتقدر تجيب منه اهداف فاعتقد انه القرات السابتة هيبقى ده الحل فالفكرة نفسها انه طبعا لعب تلاقي ما يعملوش فولات كتير علشان ما يبقاش فيه قدرة للودادة على استغلالها وفي نفس الوقت كمان حتى الضربات الجزاء دي لان التحكيم برضو في افراقيا شوية بيبقى احيانا لو هو على ارضك ممكن يبقى شوية لسه موجود الكلام ده امور موجود بالرغم انه خليني اما حضرتك موجود يعني موجود لانه كان الفوكس كبير جدا على الحكام كان فيه معسكر في القاهرة مبارح ولسه موجودين كل معسكر مستمر فيه 17 حكم منهم حكم واحد مصر طبعا مش هيكون مشارك اللي هو محمود ابو الرجال وبقية الحكام كل الحكام الكبار موجودين في المعسكر ده اه اعتقد ان الكاف مدي اهتمام قوي بموضوع التحكيم الفترة دي لانه كمان ده بالمناسبة نرجع ونقول نقطة بحية عليها مجل السدارة النادي الاهل انه بعد المواقف اللي حصلت في السنتين اللي فاتوا بقى بيوجه على طول لو حصل مواقف اشتكه وينبه لموضوع الحكام لاينا بعد كده جي مشروع انفنتينو للحكام الصف والافارقة وانه هيعمل احتراف كامل للحكام ويتم اختيار افضل للحكام انهم هيكونوا موجودين ويشتغلوا بس تحكيم فطبعا ده حفز كل الحكام انه هي تقدم افضل مع ان ده بخلاف انه اللي حصل مع الوداد السنة اللي فاتت في نهاية افريقيا وداده الترجي برضو منزل بيلقي بظلاله على التحكيم الافريقي اعتقد انه اختيارات الحكام للمباراة او للمباراتين هتبقى شديدة الحساسية يعني الكاف هيسعى انه لجنة الحكام في الكاف تختار افضل طاقم تحكيم هنا وهناك علشان الموضوع خلاص بقى متشاف متابع الناس بيتمركز قوي مع موضوع التحكيم ده شفنا النهاية اللي قابله برضو كان في قصص كتير في موضوع التحكيم ضغوط على الحكام كتير فلابد انه الكاف طب الرغم عن كده انت لسه بتقول ممكن ووارد جدا يعني انا بشوفها كده يعني انا بشوف انه برضو كانت الضغوط الجماهرية بتأثر على الحكام في اكيد في مواقف كتير يعني لو رجعنا للتاريخ هنلاقي مواقف كتير شفناها وبعدين مستوى التحكيم الافريقي مش دايما فعلا مستوياته يعني برضو الحكام الافريقي هم يحتاجين لسه شغل وفي مواهب تحكيمية وفي اسماء كبيرة حكمت في كاس عالم وحكمت في بطولات كبيرة نتمنى ان هم دول اللي يبقوا موجودين يعني هو ده اللي نقصده انه نتمنى ان المباراتين وكمان مبارات الفاينل ان اختيار الحكام فيها يبقى اختيار حكام النخبة والحكام اللي عندهم خبرات كاس عالم حكيمه امم افراق ويحكيمه نهائيات علشان يقدروا يتحملوا ضغوط مبارات زي دي كلنا بنتكلم على التحكيم طبعا نتمنى التحكيم يكون عادل احنا مش عايزين اكتر من عدلة تحكيمية وكل فريق ياخد حقه مش عايزين حد يعني يجاملنا لان المبارات زي دي بتبقى زي ما بقولك الفوكس كبير جدا الحكام وعليهم ضغط كبير جدا اتشالت ضغط الجمالية شوية لكن يبقى طبعا ضغط ضغوط قوة المنافسة في المبارات ويعني برضو فرقتين كبار قوي الوداد لو تاريخ اخد بطولة افراقيا قبل كده يعني لعب الاهلي تاريخه مع النادي الاهلي بنتكلم في لعب كذا بطولة دوري ابطال افراقيا برضو الماتشاط كلها نتيجة متقربة بالمناسبة يعني تلتة تلاتة واحد واحد مفيش غير السنة اللي فاتت برضو كسبنا ماتشو وخسرنا هناك مرة يعني التاريخ بيقول نتاج متقربة لكن النهاردة لما نتكلم على ارض الواقع على الاهلي متفوق فنيا وفي ارقامه فانا تمانع التفوق ده يستمر والاهم ان المباراة تخرج بالشكل اللي ليه بالفرقتين بالنادي الاهلي وبالوداد اكيد ان شاء الله باذن الله واخر كمان احصائية قدامي كمان من الحاجات المهمة برضو اللي بتدي معطيات للمدير الفني او حتى للعبين ان الخمستاشر هدف الاحرازهم الوداد في خلال تمن مباريات كان سبع منهم اكتر تقريبا من اربعين او خمسة اربعين في المية ما بين الديئة خمسة وسبعين لديئة تسعين فده برضو يديك مؤشر ان فريق مبيئس يعني ممكن جدا بيحرز اهداف في اخر ربع ساعة من كل مباراة ممكن ده برضو يديك مؤشر ان لازم التركيز يكون عالي جدا يعني اعتقد برضو ان مباراة سيميفاينال التركيز فيها اعلى من المباراة العادية لانا مفيش تعويض انت يعني عايز تخلص بتقسم المباراة اه او السيميفاينال هم مبارتين فانت بتلعب الشروط الاول هناك وبتلعب الشروط التاني هنا فبتبقى حريص ان مسلا وانت هناك مش هيجي فيك هدف وانت هنا هتحاول انك تسجل بدري النقطة دي بخلاف الاحصائية اللي حضرتك قلتها كمان احنا بنتكلم انه عدد ضربات الجزاء كان فيها كتير برضو فبرضو ده مؤشر يتحط في الحسبان انه برضو هم قابل يلعبوا الاخر ديالك ممكن القصة ضربات الجزاء والكرارات السابتة فرقة في الاحصائية دي برضو لكن انا شايف انه برضو قوة الوداد في خبرات لعبين انه عنده برضو لعيبة عندهم خبرات اللعبة اللي عندها خبرات دي هي اللي تقدر تكمل الشكل مع لعيبة صغيرة في السن او المحترفين للأفارق اللي موجودين علشان يقدروا يواجهوا النادي الاهلي في المبارلة على ارضهم بعد كده اعتقد انه كمان المبارلة اللي هنا هيبقى الوعدة فيها مختلف تماما والحسابات فيها هتبقى مختلفة تماما على ضوء طبعا نتيجة مبارلة التالية يعني طبعا مش عايز انهي اللقاء معك لكن الوقت عد بصورك هاخد منك حاجة سريعة بالنسبة للأمم أوروبا انت كنت من الناس المتوقع من بدري اوي فرانك دي بور هو اللي هيكون المدير الفني المنتخب اليولندي بعد طبعا اعتقد انه احنا الاوائل مش في مصر في العالم يا كابتن هاني يعني كلها كانت رايحة الهينكتين كات وانا قلت لك هيفكروا في تفكير بعيد شوية وهيجيوا فرانك دي بور ده حصل ده حصل لكن يعني خلال المبارتين اللي فاتوا ما قدمش نتيجة كويسة خلينا نتكلم بكل امانة في التصويرات امم الاوروبا بتعادل مطشين وما احرص حتى ولا هدف هو في دوري الامم الاوروبية المنافسة صعبة والظروف اللي فيها العالم لموضوع الكورونا اه انت عشان بتحبه لا لا بالعكس لا بالعكس انا هكلمك انه لا هو اخطأ في التشكيل قدام البوسنة اخطأ في التشكيل جدا وتعادل صفر 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 ما عملش فرص شط الاول تقريبا فرصة او فرصتين شط تاني بدأ يعدل شوية اعتقد ان فرانك دي بور مهمته هتبقى صعبة مع المنتخب الهولندي لان اللي عمله كومن صعب يعمله دي بور والظروف كمان ما عنده يعني هو عنده لعيبة مع نواتها منخفضة جدا فاينالدوم عنده فاندايك مع الهولندي السبعة مع ليفر بول فما اعتقدش ان الظروف مساعدات بكرة لعب ايطاليا لا لا اعتقد وضائب ايطاليا بكرة لا لا اعتقد وضائب ايطاليا ايطاليا متصدلات المجموعة لغاية دلوقتي بالضبط وممكن اقافعكم تهديفي عند المنتخب الايطالي بس اعتقد انه مع هولندا وعلى الشكل اللي شفت قدام البوسنة لا اعتقد موضوع صعباوي موضوع صعبا ممكن يقلب عكس انه هو لو كسب المنتخب الايطالي بقى بالنسبة له بداية بس انا اعتقد انه لا شفت على الارض الملعب الموضوع صعباوي فات موضوع صعب هنشوف ان شاء الله ده ولوناندي رايح فين عمر بنشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى طبعا كل المعلومات القيومة اللي بتقدمها لنا وان شاء الله منتظرينك ان شاء الله يوم الثلاثة الجاي ونكون بقى بنبارك للنادي الاهلي ان شاء الله شكرا جزيلا عمر بنوبي